ازايكم يا اطفال يا حلوين النهاردة هحكي لكم قصة الاسهب ملك الغابة والارد المزعج عشان نتعلم منها ازاي ما نزعجش الاخرين بتبدأ القصة بالارد المزعج وهو عمال يتنطط من شجرة لشجرة وبيزعج الحيوانات التانية كان ارد شاقي بيحب يلعب ويهزر وكانت الحيوانات كلها بتخاف منه لانه عمال يرمى عليهم الفكهة وعمال يضحك عليهم وكله كان بيبعد عنه في يوم من الايام الاسد شاف الارد وهو بيزعج الحيوانات عشان يعلمه درس في الاحترام يكلمه ويقرب منه الاسد قرب منه بهدوء وقال له مرحبا ايها القرد لماذا تزعج الحيوانات وتؤذيها الارد بص للاسد بخوف ويتوقف عن الضحك كنت بهزر بس دي لعبة ما كانش قصدي ازعج حد الاسد قال له انت زاي مفكر دي لعبة مدام اللي قدامك مش مستمتع يبال انت بتعمله ده غلط وكده مش هتعرف تعمل علاقات مع الناس والناس كده مش هتحبك الحمد لله الارد فهم ان اللي بيعمله ده غلط وقرر مش هيقذي الناس كده تاني في اخر القصة الاسد قال للارد ان القوة الحقيقية مش في الهزار وإزاء الناس بس لو انت عايز تكون محبوب والناس تحترمك لازم تكون لطيف وطيب وتحترم مشاعر الناس اللي قدامك انت عندك حق انا في الاول ما كنتش بفكر في مشاعر الحيوانات لكن بعد كده هحاول بقلطي وبعدين الارد حيروح يعتذر للحيوانات ويقول لهم انا اسف وحيديهم كمان هدايا حيديهم فكة عشان يحبوه ومن هنا نكون وصلنا لاخر القصة يا اطفال يا حلوين اشوفكم في قصة جديدة سلام ازايكم يا اطفال يا حلوين النهاردة هحكي لكم قصة الاسد ملك الغابة والارد المزعج عشان نتعلم منها ازاي ما نزعجش الاخرين بتبدأ القصة بالارد المزعج وهو عمال يتنطط من شجرة لشجرة وبيزعج الحيوانات التانية كان ارد شاقي بيحب يلعب ويهزر وكانت الحيوانات كلها بتخاف منه لانه عمال يرمى عليهم الفكهة وعمال يضحك عليهم فكله كان بيبعد عنه في يوم من الايام الاسد شاف الارد وهو بيزعج الحيوانات عشان يعلمه درس في الاحترام يكلمه ويقرب منه الاسد قرب منه